شوفوا الجنود الإسرائيليين كيف بأنفسهم يجمعون أدلة ضدهم وتدينهم يقدمونها للمحاكم الدولية وللرأي العام العالمي مجانا بسبب تلذذ في تعذيب المظلوم شفنا مئات الفيديوهات التي يصورها هؤلاء الجنود لأنفسهم وهم ينكلون بالفلسطينيين يخربون ممتلكاتهم ساخرين وضاحكين كما لو أنهم يصورون مقاطع كوميدي على تيك توك لكن على الدم الفلسطيني هذا السلوك ليس غريبا ولا جديدا ويعرف ذلك جيدا من عاش أو يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرب كيف يعامل هؤلاء الجنود الفلسطينيين العزل لكن المرعب أن هذا السلوك ازداد توحشا على مدى عام منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي الذي يشهد اليوم ذكراها السنوية وازداد معه مستوى الاستهان بالإنسان الفلسطيني في أرضه ومدى التلذذ في ظلمه زد على ذلك لجوء هؤلاء الجنود لتوثيق ما يقترفونه بكاميرات جوالاتهم على اعتبار أن الطهاد الفلسطيني عندهم تسلية وإضحاك جندي يهدي حبيبته تفجير مبنى في غزة وهو يصور لها ذلك وآخر يهدي طفلته في عيد ميلادها تدمير منزل لعائلة فلسطينية لها عشرة أطفال آخرون يلهون بألعاب أطفال غزة من باب الاستهزاء جندي يصور الثاني وهو يعذب أسرى فلسطينيين وآخر وهو يمرر كلبا على أسرى مكبلين وغيره يضع جريحا فلسطينيا على مقدمة آلية عسكرية ويسير الجنود به هناك من بالجرافة حمل جثث فلسطينيين قتلهم جنود إسرائيليون قتل طفل ثم تصوير ذلك باعتبار تحقيق الهدف اعدام حصان حمار قطة شو بدي عد بالعد كل متوفر على شبكات التواصل هذا السلوك ليس سلوكا ثرديا لعدد من الجنود لأن الجندية عادة المفترض أن يلتزم بالأوامر العسكرية وإذا خالف فأن الشرطة العسكرية له بالحساب والعقاب هذا السلوك هو عملية نتيجة إطلاق العنان للجنود كي ينكلوا بالفلسطينيين ويتلذذوا بذلك وأن يحموا المستوطنين المتطرفين وهم ينكلون بالفلسطينيين العزل ويحرقون بستينهم وحصاد زراعتهم طيب هون يمكن حدا يقول أنه الجنود ما كانوا ليفعلوا ذلك لو لا أنهم عارفين أنه لن يحاسبهم أحد لأن إسرائيل نفسها لا يحاسبها أحد صحيح لكن من نتائج هذه الفيديوهات أنه أولا صححت للرأي العام العالمي فكرته المغلوطة بأن هؤلاء الجنود يقاتلون إرهابيين فلسطينيين بحسب ما يقولون ويمارسون حق الدفاع عن النفس وأنهم يخدمون في جيش الأكثر أخلاقية في العالم مش هيك بيقول فعرف الرأي العام الحقيقة بسلوك هؤلاء الجنود أما مسألة المحاكم الدولية فصحيح أننا لم نرى حتى الآن محاكمات لهم لكن على الأقل صار لدى المحامين الدوليين رافعي القضايا على إسرائيل آلاف الأدلة الموثقة بأيدي المتهمين أنفسهم وأذكر ما قاله للمحام الفرنسي جيل داف حين استضفته في بداية الحرب على غزة بأنهم يجمعون كل هذه الفيديوهات لتدعيم القضايا المرفوعة إذن هذه الفيديوهات ستنفع يوم إحقاق الحق والعدالة